طيب مش شيء يذكر كمان الهاري ساب الكورونا بس بسبب الكورونا ووصل للكورة وعلى فكرة الكورة بتاعتنا فيها فيها من الكورونا كتير يعني هي الفكورة عندنا كورونا القدم تحديدا متفيروسة ومش ماشي عيد وحالتها صعبة وربنا يكرم ان شاء الله بس يعني ها عندنا بنكافح كورونا وبنكافح الكورا كمان لحد ما نقضي على الاتنين الشائعات وصلت الى الكورونا القدمية ويطلع كلام النهاردة انه الحكومة وزارة شاور الرياضة قررت الغاء كل الانشطة والغاء الدور العام والمصيبة بقى ايه بقى هي المشكلة عارف لو بوست عاو تقول ده هاني واحد كتب على حسابه بوست ده يعني ايه يعني واحد على صفحته على الفيسبوك كاتب كده يا جماعة تم لا ده ده دلوقتي من كتر ال 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 احنا فيه بقوا ينزلوا المعلومات المضروبة دي على صفحة اه موقع الالكتروني الجريدة معروفة فانت تشوف البتاعة تحس انه خبر نازل من الموقع سوا بقى الشروق او المصري اليوم او اليوم السابع او الاهرام او الجمهورية او كذا او كذا شيء الحقيقة صعب جدا فانت تشك جورنان والغلاف واللوجوب وبتاع كل ده معروف اه وتلاقي بقى مكتوب تحت الغاء الدور العام فاي حد هشوفوا متاعذها ههيصدق المصيب انا جات للشاعة دي امتا جات للساعة ورابع النهاردة كده وانا قاعد في البيت قاعد في بيتنا كده وقاعد كنت باكل لقمتين حلوين كده وبتفرج على ايه بتفرج على ايه قدامي مطش المقاولين وطلع جيش يعني قاعدة بقاعد بتفرج باكل كده وفاتح التلفزيون قدامي على قناة نيل الرياضة وبتفرج على المقاولين وطلع الجيش مباراة في الدور العام بتتلعب قدامي وامجالي كده عاجل إلغاء الدور العام فبقيت ابص على الموبايل كده وبص على قدامي ولا لو ما شايفوا ده ايه دوري خاص المقاولين تراجيش بيلعبوا مع بعض دورة حبية دورة شوال دورة رجب وبص تاني عاجل إلغاء الدور العام ووزارة الشباب والرياضة بيش عارب ايه يا جماعة الكلام ده وبص على ايه كورنر وبيلعبوا فطلع برضو هاري بالجنبري هاري بالجنبري القرار القرار اللي طلع النهار ده من وزارة الشباب والرياضة والحقيقة القرار صادم او 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 بالنسبالي تجئت يعني قال لك مباريات الدورة العام القادمة بدون جمهور ايه معالي الوزير ما انا عارف يعني هو ايه جديد ما هو كمسلا عند الدورة عندنا جمهور وبعدين حيبقى بدون جمهور ما هو الدورة كان بدون جمهور وحيفضل بدون جمهور يمكن احنا كنا سمئين عصرنا عارفين ان ايطاليا هتعمل الدورة بدون جمهور واسبانيا هتعمل دورة بدون جمهور فقلنا احنا نسبقهم ونبدأ الدورة في الدورة الاول من دون جمهور لكن في النهاية ده القرار الوحيد اللي طالع عندنا نجد الشباب الرياضي انه لا لا الغاء ليه الدوري العام الانشطة الرياضية اللي فيها تجمعات جباهرية هي اللي تلاقيت لكن الدوريات كرة قدم وطايرة و هندبول و بسكتبول و مش عام ايه شغال بس بدون حضور اي جماهير علشان محصلش فيه تكدسات و ازدحام جماهيري قد يساعد فيه نقل العدوى بفيروس كورونا بس بس فالتحاد الكرة قال مفيش جمهور لكن الدوري العام يكمل والنهاردة كان فيه مباراة من مباراة الدوري العام ومناسبة مباراة الدوري العام النهاردة المطش اللي بيخلمكم عنه مطش المقاولين و طالع الجيش حلو حلو انتوا عارفين ان في بداية الدور التاني اللي هو ابتنى من اسبوع اخيرا وبعد طول انتظار وبعد شوء وبعد رحلة علاج طويلة في الخارج الحمد لله ابتدنا نستخدم الفار عاد الفار اللي هو تقنية الفيديو عشان تستخدم في مصر بعد ما تقريبا كل دول العالم بقت استخدمها فالحمد لله أن تأتي متأخرا خيره من قال لا تأتي فأتى الفار وكمان ديها كده حكلمكم كيف أتى الفار بس يعني استنوا شوية بس الفار بقى لما جيه ومتفرج النهاردة ففي حكم أنا مش فكر اسمه إيه الحقيقة ومش عايز أفتكر اسمه عشان ما بقاش بشوه يعني بس الحكم عمل حاجة غريبة جدا جدا والفار موجود كورة لطلاع الجيش في منطقة جزائي المقولين في الدقيقة 40 كده مش شوت الأول الكورة لعيب شطها جوه البنالتي آرية لعيب شطها المهاجم خبطت في إيد المدافعة بس مش قصده يعيده جنبه كده وخبطت في إيده وكذا فاللعيب احتاجت بتاع فراحل الفار تأكد إن الكورة مش في قصده لإنه إيده جنبه ومسافة قريبة فشطت الكورة كذا فرجع وقال لا ما فيش البنالتي وكمل لعب عادي طب يعمل حج زي الفول عدك العيب بعدها باربع دقايق في الدقيقة 44 من نفس الشوت يعني بعدها مش مثلا دخل الاستراحة فانيسي بعدها بعدها بس نفس الكورة راحت من ناحية التانية في البنالتي آرية بقى بتاعت مين بتاعت طلاع الجيش فحصل تقريبا تقريبا كوبي بيست كوبي بيست قصه لازق كده المهاجم في البنالتي آرية شط الكورة والمدافع على بعد يرضى منه ويده جنبه فالكورة خبطت فيه فاللعاب يحتاج إطلاع فراح للفار المطش وفي منتهى الادب وحتى ما احتجوش بشكل غير لائق في رأيي لان اللي وقف على الخط مديرهم الفني حد الادب والاخلاق يمشي على قدمين اسمه عبد الحميد باسيوني كابتن عبد الحميد باسيوني طبعا نجم منتخب منتخب العسكري والناد الزماني ولد في منتهى الادب والاخلاق اللي في الدنيا بس ما ينفعش كده وما احنا جميل فار ليه عشان تشوفه وتتأكد وتبصه وتاخد وقتك بتاع فكورة يعني العدل ان دي زي دي زي دي تهيقل يعني بس دي مش قضيتنا بقى هو قضيتنا بقى في اتحاد الكورة نفسه ولتلكم من شوية الحمد لله جه الفار حد فيكو شاف الفار جه ازاي حد فيكو شاف الفار جه ازاي يعني بعد ما وصل التقنيات الحديثة دي بتاعت الفار والشاشات والكنترولات والمكسرات والحاجات دي جات من برة حيلو جات من برة احنا بقى ننقلها للملاعب والاستادات حد فيكو شاف اتنقلت ازاي تعالي وريكو كيف نقلنا الفار هذه التقنية التكنولوجية الحديثة الجميلة اتضلو اتنقل على سوزوكي ربع نقل حتة سوزوكي كده ربع نقل الصغير من انا شارت الفار ومش بس كده ده الفار اللي ايه اللي انفرج على الحاكم فيه حتة تانية بقى خشيلي على الكبيرة خشيلي على الكبيرة اوبا اوبا دي النص نقل بقى ده الجهاز التقيل بقى اللي خايفين عليه فعطينه على نص نقل هو ايه ده يا جماعة ده ايه اتحاد الكرة ده ايه ايه اتحاد الكرة ده ده لو ده لو جهاز بنختك حتنقله بشكل مختلف عن كده لو بتشور لو بتشور البيت محاسن وجايب لها مروحة وتلاجة ومش عب ايه وبتاع حتغطيه حتجيب له عربية مقفولة من العربيات اللي مش عب في جهازها اخنا ايه اخنا اخنا اخلين اه افاس خضر ده ده التقنية الحديثة اللي قعدنا سنين مستنيينها والحمد اللي وصلت فحتى خلي نقلها شكله حلو انتو كلمتو ايه اول عربية نقل قدامك وقلتنهم اللي قلنا البتاع ده ده نجيب عربية نص نقل زي دي بس اقوم جايب لها الصندوق اللي برا ده واكتب عليه كده الاتحاد المصري لكرة القدم واكتب كده سيارة الفار او تقنية الفيديو ويبقى شكلها حلوها يا رايحك انا سنقول لك الله الفيديو وصل والفار وصل مش الجهاز العروسين وصل صعب اوه يا جماعة صعب اوه يعني بنعمل الحاجة الحلوة بنعمل الطبخة زي كل وبعدين نستخسر بقى بقرش ملح والامة بوازين الطبخة بصورة زي كده معا علينا اشتركوا في القناة